عقد الرئيس سيسي جلسة مباحثات منفردة مع رئيس سنغالي معكيسال عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين وقد رحب رئيس سيسي برئيس سنغالي معكيسال في مصر معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة وتعاون المشترك الذي يربط بين البلدين وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد أكد رئيس سيسي خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع سنغال لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين كما أشاد السيد الرئيس بمجمل العلاقات مع سنغال فضلا عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات وفي إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات من جانبه أكد رئيس سنغال الحرص على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية ما بين البلدين ومشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال وقطعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية كما أكد الرئيس ماكيسال الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك خاصة في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية سنوية القادمة إلى جانب ما تشهد القارة الإفريقية بشكل عام ومنطقتين الساحل وشرق إفريقيا على وجه الخصوص من تحديات متلاحقة ومتزايدة الأمر الذي يفرض تكسيف تعاون وتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية السقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضا التبحث حول آخر تطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة قضية سد النهضة حيث تم توفقه على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيس المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد لسيما في ضوء قرب تسلم السنغال للرئاسة الاتحاد الإفريقي العام الجاري